شاركت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ في ندوة التعاون الأمني الخليجي في مجال أمن وسلامة المطارات والمسافرين وذلك ضمن فعاليات جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربي في معرض إكسبو 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة تحدث العميد ماهر بوعلي مدير عام أمن المنافذ ورئيس وفد وزارة الداخلية المشارك في المعرض تحدث عن الجهود المبذولة التي ساهمت في حصول مديرية شرطة المطار على جائزة أفضل منظمة لعام 2021 في مجال أمن الطيران المدني بعد موافقة سيدي معالي وزير الداخلية شاركت المديرية في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر أمن الطيران المقام في دبي طبعا بمشاركة أكثر من خمسين دولة من مختلف دول العالم وكان نتيجة ذلك حصولها على الجائزة العالمية من مجموعة أمن الإمارات في أفضل منظمة لعام 2021 والتي كان من ضمن شروط الحصول على أحدى هذه الجوائز أن تكون منظمة روجت لثقافة التعاوم وطبقت أفضل الممارسات في أمن الطيران وحققت نتائج بارزة وتعتبر رائدة ومتكرة في مجال أمن الطيران